السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهد قناة يوسف تيك برو لا تنسى الضغط على زين الشراك وكذلك تفعل زين الجرس لكي تتوصل بجديد فيديواتنا بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو حوله واحد البلغ جديد ليعلنته وزارة التربية الوطنية اليوم بسبت منذ قليل واللي قررت فيه لوزارة فويد صلاحية ترخيص بالتصوار أو تسجيل داخل مؤسسة تعليمية العمومية كما تنشفون معنا البلغ ديو الوزارة التربية الوطنية هو هذا ليتصدر كما قلت لكم اليوم بسبت سعود يناير 2021 واللي قررت فيه وزارة تربية الوطنية وتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطع تربية الوطنية تفويد صلاحية ترخيص بالتصوار أو تسجيل داخل مؤسسة تعليمية العمومية إلى الأكاديميات الجهوية لتربية وتكون والمديريات الإقليمية على أن يضل الإشراف على العمليات ذات الطابع الوطني من اختصاص المصالح المركزية المعنية يعني أنه كما قلت لكم أنه وزارة تربية الوطنية قررت على أنها تفويد صلاحية ترخيص بالتصوار أو لتسجيل داخل مؤسسة تعليمية العمومية وهناك كما تشوفوا معنا لذا تدعو الوزارة كل قنوات تلفزية والإداعية والجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية الوطنية وكذا شركة الإنتاج السينمائي الوطنية الراغبة في التصوار داخل فضاءات المؤسسات تعليمية العمومية إلى ربط الاتصال بالمصالح المختصة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التي ستتخذ الإجراء اللازم وذلك وفق القوانين والمساطر المعمول بها وفي احترام تام لحورية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بمجبد الصور المملكة يعني أنه الآن أصبح متنوى جميع قنوات الفيزية والإداعية وكذلك المواقع الإلكترونية الوطنية وحتى شركة الإنتاج السينمائي الوطنية إلا بغت أنها تصور داخل فضاءات المؤسسة تعليمية العمومية فيمكن لي هذا بأنها تصور فيها شريطة على أنها تربط الاتصال بالمصالح المختصة للأكاديمية الجهوية باش أنهم يعطونهم ترخيص باش أنهم يدخلوا ويسجلوا داخل المؤسسة تعليمية العمومية وكان هذا هو القرار الجديد لتأخذته وزارة التربية الوطنية كما قلت لكم يلا تصدرنا البلاغ الصحفي اليوم السبت 9 يناير 2021 بالنسبة لهذا البلاغ الإخباري غادي نخلي لكم أسفل هذا الفيديو هذا اللي بغيتوا أنكم تطلعوا عليه وتقرأوا وكان هذا شيء هو أهم ما جاء في الفيديو دينا ديال اليوم فإلى عشبك الفيديو ما تنساش الدليل جيم كذلك تخلي لنا شيء تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته